الخلاف والاتفاق بين واشنطن وتل أبيب حول الحرب على غزة باتت واضحة المعالم وخاصة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين الأخيرة إلى تل أبيب والتي شكلت أحد معالم هذا الخلاف تلاها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو التي تحدث فيها عن خلافات مع من وصفهم بالأصدقاء الأمريكي كذلك نقل موقع أكسيوس في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس حكومة الاحتلال عن قلقه بشأن عملية عسكرية محتملة في جنوب قطاع غزة وأن العملية العسكرية في شمال القطاع لا يمكن أن تتكرر وقال الموقع أن نتنياهو وفق على طلب بايدن إجراء نقاش أمريكي إسرائيلي قبل أي هجوم لكن ذلك لم يتم واستأنفت تل أبيب الحرب في أول شهر كانون الأول الحالي وأوضح موقع أكسيوس أن الإدارة الأمريكية محرجا من استمرار الحرب على نفس الوتيرة لأسباب عديدة وتمارس ضغوطا على تل أبيب من أجل عدم تكرار سيناريو الجولة الأولى السابقة للهدنة والذي كشفت الصور أنه عبارة عن عملية انتقامية دمرت كل ما هو في طريقها من البشر والأبنية وبدأ من تصريحات المسؤولين الأمريكيين خلال أيام الهدنة أن الولايات المتحدة ليست أولا مع حرب مفتوحة كما يبدو من خلال خطط المسؤولين السياسيين والعسكريين صهينا من ناحية أخرى عبرت الإدارة الأمريكية عن معارضتها لحرب تهجيرية وبالتالي فأن استمرار القتال في الجنوب ضمن نفس السيناريو من شأنه أن يشرد أكثر من مليونين من أهل غزة ويتركهم في العراء وتتفق واشنطن وتل أبيب على إنهاء وجود حركة حماس في غزة فيما تختلفان بشأن مسألة عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة وتبدو تل أبيب مصرة على أنها لن تقبل وقف إطلاق نار دائما من دون أن تحقق جزءا من أهدافها بالقضاء على حماس فيما تأمل واشنطن إعطاء نتنياهو فرصة لتحقيق إنجاز عسكري يرضي التيار المتطرف في معسكره ترجمة نانسي قنقر